اشتركوا في القناة 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 تلكم ثلاثمائة تلف ممكن تكون ربعمائة تلف الى اخرى. اذا الاجور البسيطة هي اللي راح تكون في قائمة لطبعا تصنيفات الاجور هما يعني هما راح تكون الزيادات التحم اه معتبرة هذه الفئة ايضا القطاع الخاص كذلك يعني من هذه الزيادات طبعا قلو لي لاش لانه راح يستفادهم كذلك لانه القوانين راح تفرض عليهم هم هم هذو كل الخواص عفوا باش ما يخلصوش اقل من زوج جمليين او يعني تحت الاجر الادنى المضمون يعني لما يصرحوا الاجر الادنى المضمون شها راح يكون لازم هذك الخاص ما يخلصش اقل منه فهمنا اللي هي وسمك وشكون راح يستفاد الجميع راح تمسهم واللي راح يحسوها يعني حسو هذك الزيادات راح يلاحظوا اكيد تغييرات في الاجور الضعيفة والبسيطة الزيادة قلت لكم تقريبا كما عملت معكم اكثر يعني او شوية نقصة شوية لكن هذك يعني هذك الحد طبعا والكيفية كيف يعني عملت هذك النتيجة وكيف حصلت لها طبعا نقول لكم ارجعوا للقناة اروا فيها هذك الفيديو يوضح هذا الامر بالتفصيل اذا وعود اسمعت رئيس الجمهورية وشكال راح يبدأ الرئيس برفع الحد الادنى للاجور وهذه الزيادة الاولى يعني كبداية اولى وعن الزيادات اللي يجي بعدها ان شاء الله الاخرى اكيد راح تكون هناك رفع في النقطة الاستدلالية مثلا او رفع في الرطبة او في التصنيف الى اخيري كانت هذا طبعا في عجالة ما كان في جوع باتي حول رفع الحد الادنى للاجور والفئات المعنية بهذا الامر نتمنى ان شاء الله استفدتم الفيديو نشكركم على حصي اصغار والمتابعة فقط نقول لكم ادعموا القناة باشتراك لكم فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد والاجاب على الفيديو دمتم في رعاية لو حفظة مع السلامة